بسم الله الرحمن الرحيم الحلم الغباري أو الغبير ينشط على النخيل بداية من أبريل لذلك يلزم الرشو الوقائي والعلاجي وذلك بتنظيف المزرعة من الحشائش وكذلك من مخلفات المحصول السابق والاهتمام بكفاءة الرش مع تحديد معاد الرش ووقته وتكرار الرش حسب الظروف الجوية مع اختيار المبيد المناسب كروسي متخصصة ولكن للحد من الإصابة في الغبير أو الحلم الغباري أو ما يسمى به الأكرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر